ربع سكان بريطانيا في سن العمل يعانون من البطالة أي ما يقارب أحد عشر مليون شخصا لكن تسعة ملايين منهم لا يبحثون عن عمل وليسوا متاحين له وفق إحصاءات الحكومة إذا كانت الأم هي المعيلة الوحيدة ولديها عدة أطفال ولا تستطيع العمل وبالتالي فإنها لن تتقاضى أجرا ولكن هناك أيضا أشخاص ببساطة لا يريدون العمل لأنهم كسالة الأرقام المقلقة دفعت مؤسسات عدة للبحث وراء الأسباب التي يتقدمها الأزمة الصحية قرابة ثلاثة ملايين شخص لا يعملون بسبب حالتهم الصحية وفي إحصاء آخر نصف عدد ذوي الإعاقة لا يملكون وظيفة مدفوعة الأجر أعمل في هيئة الصحة الوطنية منذ 22 عاما الفواتير ترتفع ولكن الرواتب لم ترتفع يوما ومن الصعب جدا أن تتأقلم وبالنسبة لي فأنا أعمل عملا جزئيا ولا يزال الأمر صعبا ووفق مسؤول في جايانت ريد أكبر شركة توظيف في البلاد فإن الضرائب المرتفعة وغلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يعد من أحد الأسباب حيث يدفع الموظف 20% من الضرائب على ربح سنوي لا يزيد عن 12 ألف جنيهن وتصل الضريبة إلى 60% لذوي الدخل المرتفع مع عفاء الأهالي من مبالغ مخصصة لرعاية الأطفال مع ارتفاع البطالة والفقر خصصت وزارة العمل والمعاشات أكبر حزمة مدفوعات لتكلفة المعيشة تقدمها حكومة في أوروبا وتقول الحكومة لو لا هذه التدابير لكانت نسب الفقر أسوأ بثلاث مرات براء العزاوي المشهد لندن